السلام عليكم وبركاته. هنكمل جزء سبب الاختبار. سؤال قم 1.60 بتكلم عن اي مصدر اي تغيير او اي حاجة جديدة عايزين نضيفها على البرودكت بتاعنا. من الخيارات التلاتة دول. طبعا هو البرودكت باكلوك. اي حاجة عايزين نعملها عايزين نضيفها عايزين نحسنها على البرودكت بتاعنا بتكون مصدرها البرودكت باكلوك. كل التيم زي بتشتغل على البرودكت بتاخد بتاعتها من البرودكت باكلوك. الكيستيكولدرز والسي او اللي هو برضو. ليهم مهمة جدا في اللي احنا بنعمل فى البرودكت بتاعنا لكن ما بناخدش منهم البرودكت او بناخدش منهم التغييرات اللي هاي نعملها على البرودكت بتاعنا بشكل داريكت. دور البرودكت قنات هو توصل معهم ومع باقي الاطراف عشان ياخد منهم الامبس المهمة ويعيد ترتيب البرودكت ويعيد تغيير الـ product backlog بما يعكس المصلحة اللي هيقدمها الـ product لكل الأطراف المعنية السؤال بعد كده بتكلم عن حاجة اسمها الـ cone of uncertainty بيعمل ايه او بيمثل ايه من الخيارات ديه طبعا هو الخيار الاخير الـ cone of uncertainty describe the evolution of the amount of uncertainty during the project والخيار الاخير هو المناسب how much is known about the product over time لكن ما هوش حاجة ليها علاقة بالـ tasks او بال remaining work اللي احنا بنشتغل عليه او الـ dependencies والstart والend time بتاعت التاسكات او الحاجات بتاعتنا في الـ project بتاعنا السؤال بعد كده بتكلم عن sprint planning هل sprint planning ممكن يخلص لو الـ items اللي احنا واخدينها معنا في الـ sprint عملنا لها break down لـ units بمقدار يوم اول طبعا الاجابة هي الاولى اه ممكن الـ sprint planning يخلص لو احنا عملنا break down the items بتاعتنا في الايام 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 الممكن ده كان مذكور في نسخة 2017 لكن مالكيات الشهر من نسخة 2020 المفروض ان الـ team بيختار من الـ product backlog اللي شايف ان هو يقدر يخلصه في الـ sprint اللي هو اختارها دي مش بنختار ايتم شكل عشوائي وخلاص او بناخد الحاجات اللي على الـ top في الـ product backlog خلاص لا احنا بنبقى عارفين تفاصيل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها فطبيعا ان احنا لما خدنا حاجة من دول وتكلمنا فيها مش لازم نبقى عارفين تفاصيل التفاصيل التفاصيل بتاعت الشو اللي احنا عمله عشان نخلص الحاجات ديه نعمل الكلام ده بقدر كافي مش لازم تبقى كل حاجة perfect علشان فعلاً ندليفر الحاجة دي في خلال sprint نبقى عندنا فكرة عن ايه اللي احنا محتاجين نعمله في خلال sprint عشان ندليفر الحاجة ديه عشان نضيف الانكلام بتاعتنا على الـ product لكن مش لازم كل حاجة تبقى مخصر بس عندنا على القال فكرة عامة عن اللي احنا محتاجين نعمله في الحاجة ديه حتى لو كانت بمقدار يعني اكتر من يوم لان هو كان مذكور فريشكم جايد ان هي بتكون يفضل ان هي تكون يونتس بيوم او قل عشان دي ساعدنا ان احنا نمجر البروجرس بتاعنا لو انت مثلاً حاجة الـ item محتاج مثلاً يومين او تلاتة وبالتالي كل يوم مش تطعف تمجر البروجرس بشكل كويس لكن لو انت عملت break down الـ items تحتك smaller items هيساعدك كتير قوي انك تطعف تمجر البروجرس بتاعك في خلال sprint السؤال بعد كده بيتكلم دوره الاساسي ان هو مركز على بس هما لهش علاقة باي حاجة خارج الـ طبعاً الكلام ده غلط لو انتم فاكرين في الدرس اللي احنا اتكلمنا فيه عن آآ الدور بتاع السكرام ماستر او الخدمات اللي بيقدمها السكرام ماستر لأطراف مختلفة آآ اولها السكرام تيم ويمكن ده الفوكس برضو الفوكس الاساسي بتاعه لكن هو بيدي كمان خدمات او بيقدم خدمات لأطراف اخرى زي الـ product owner الشخص اللي مسؤول عن توجيه السفينة في الاتجاه الصحيحة والإفرد بتاع السكرام تيم في الاتجاه الصحيح عشان deliver value لكل أطراف product owner هو اللي يدور كبير قوي معاه عشان فعلاً يساعده انه هو يوجه السفينة في الاتجاه الصحيح وكمان بيشتغل مع الـ other scrum master على مستوى الـ organization ولو في اي امبادمس او حاجة خارج نطاقة تيم برضو بيشتغل عليها وبالتالي scrum master دوره مش بس مع الـ scrum team هو دوره كمان مع اطراف تانية على مستوى الـ organization السؤال بعد كده بيتكلم عن الـ time books بتاع الـ daily scrum ايه الـ time books بتاع الـ daily scrum من الخيارات ديه طبعاً زي ما قلنا قبل كده الـ daily scrum هو time books والـ time books بتاعه سابت الـ 15 ديه بغض النظر عن tool sprint بغض النظر عن عدد الناس اللي بيشتغلوا فيه الـ sprint وبالتالي الخيار الاول مش حاجة اسمها not limited لما كل الناس تتكلم احنا ما قلنا مش كده احنا بنحاول نمتين الـ daily scrum within the time books بتاعه اللي هو 15 شهر ديه ولو احنا مش بنعمل كده بي عندنا مشكلة أو بنتكلم في تفاصيل اكتر ممكن ناخدها بعد الـ daily scrum كمان ما هواش 20 minutes ولا 25 minutes السؤال بعد كده بيتكلم عن الـ all development teams working on the same product should use the same product backlog لو في عندنا اكتر من team او teams كتيرة بتشتغل على نفس product يشتغلوا من نفس product backlog صح ولا غلط طبعا الكلام ده صحيح مية في المية لازم علشان نـ build حاجة integrated وحاجة فعلا تقدم value في الـ product بشكل بشكل كامل وكمان الـ team start of sync شغلها مع بعض وفعلا تشتغل مع بعض عشان تـ deliver value فيه في الـ product لازم كلهم ياخدوا من نفس source of requirements او نفس المصدر لكل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في الـ product بتاعنا اللي هو الـ product backlog بلازم يشيروا كلهم نفس الـ product backlog السؤال بعد كده what is the input to the sprint planning اختار اربعة من دول نعمل sprint planning meeting او event ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان يعني بنعمل فعلا effective sprint planning event طبعا الخيارات الـ 4 هم المناسبين لازم يكون عندنا product backlog تكلمنا فيه وعارفين تفاصيل الحاجات اللي جاية على القل في الـ sprint اللي جاية او اللي بعده في الـ reformat اللي احنا بنعمله بشكل مستمر في خلال الـ sprint اللي احنا شغلنا عليها عشان نشوف هنشتغل عليه في الـ sprint اللي جاية هيكون عندنا order backlog وفيه details كافية تفاهمنا ايه اللي مطلوب فيها كمان متعادة ترتيبه حسب التوجه بتاعنا احنا كفريق الحاجة الثانية بيكون عندنا latest product increment اخر حالة للـ product على حسب الشغل الاخير اللي احنا عملناه في الـ sprint اللي فاتت كمان بيكون عندنا projected capacity للناس اللي بتشتغل على في خلال الـ sprint لو انا مثلا عندي ثمان اشخاص هيشتغلوا في الـ sprint فلو في حد منهم هياخد اجازة مثلا لمدة اسبوع ولو مدة يومين او كده فعايز اعرف كام شخص هيبا متاح معي في خلال الـ sprint عشان يساعدني ان انا اعرف اعمل فعلا planning كويس اختار ايتمز فعلا تبقى مناسبة على قد الكباستي بتاعت الـ team مش ااخد ايتمز وخلاص احطوها في الـ sprint بتاعي كمان اه يكون عندنا بتاع الـ sprint او بتاع الشغل اللي فات اللي انده يساعدنا برضو ان احنا نختار يعني قدر كافي من الـ الـ علشان نحطها في الـ sprint لو احنا مثلا عندنا نشتغل بـ story points او عارفين الـ size بتاع الحاجات اللي احنا خلصناها في الـ sprint فات في الغالب مثلا 20 point فده ساعدنا فعلا ان احنا نختار حاجة حوالين الـ 20 point لو عندنا نفس الـ capacity في الـ sprint اللي احنا بنعمله بلانيج بالتالي ده ساعدنا نختار او نفوركاست بشكل كويس الـ performance بتاعنا او الـ item اللي ناخدها في الـ sprint بتاعنا هتبع عاملة ازاي الاخر خيارين مش مناسبين ان هما feedback from the key stakeholder او من السيو اللي هو برضو احنا بلما اخدين اصلا الفيدباك ده في الـ event اللي اللي هو الـ review وعملنا reflect الـ feedback ده في الـ product backlog هو انكلود اصلا فيه اول نقطة السؤال بعد كده بيتكلم عن ايه اللي اا بيهملكه developers او الـ development 2 حزب نسخة 2017 وهم الملكين بتوعه بتوعه بشكل فردي او يعني هم الـ owners بتوعه بتاعهم اللي ما حدش يقدر يعمل حاجة فيه الا ما يرجع له من الـ 4 دول طبعا هو الـ sprint backlog بعد اما احنا اخترنا الـ items اا من الـ product backlog وحطناه في الـ sprint بتاعنا الـ breakdown بتاع الـ items دي وتوزيعها على الـ team ونعمل ايه قبل ايه اا وكمان نقدر واحنا شغالين او الـ team هو شغال يقدر يستطيع او يضيف items جديدة او يشيل items كل ده هم الـ owners دو هم المتحكمين في الـ sprint backlog لكن باقي الحاجات التانية اا ممكن تبقى shared بين scrum team او اا مثلا definition of done ده هو اا وليهم input مهم جدا فيه لكن هو في النهاية مسؤولية الـ team كلهما همهم يهمهم هما اا development team لكن في ناس تانية ليهم inputs في definition of done ومش هماش اللي يقدروا يعني مش هما المتحكمين الوحيدين فيه اللي هو لما نيجي نغير definition of done لازم اا ناخد approvement او لازم لازم نرجع لهم يعني احنا في النهاية بنقعد نتناقش ك scrum team وبنطلع به definition of done او بن update definition of done ااا عند الحاجة ااا لكن ما هواش ملك او حكر على الـ developers كذلك الـ product backlog ده ملك الـ product owner يعني هو المتحكم الوحيد فيه هو الـ product owner وبالتالي ما هواش ملك الـ developer اااا الـ increment اخر حاجة هم ااا هم اللي بيبالدوا الـ increment لكن ما هماش برضو الخيان والـ owners نعمل الـ increment مثلا بيبقى فيه feedback تاني محتاجينه من الـ product owner وهو المتحكم في نقول اااا هو ده increment وهلا السؤال اللي بعد كده بيتكلم عن scrum values احنا اتكلمنا بترسع بكنا scrum values وقلنا ان هم دول هم scrum values correct commitment, focus, openness, respect لكن الحاجات التانية الـ agility ما هياش value self organization ما هياش value ولا effectiveness برضو ما هياش value مضم scrum values السؤال اللي بعد كده بيتكلم عن ااا الـ product backlog management ااا بنعمل ايه او ايه الـ activities اللي بتتعمل ااا في الـ product backlog management من الخيارات ديه والاختار 3 most applicable من الخيارات الخامسة دول طبعا السؤال ده كانت يعني صياغته على حسب نسخة سكرام جايد نسخة 2017 كان مذكور تحديدا ان دي الـ activities اللي بتم في الـ product backlog management في نسخة 2020 اللي انا حدثتها فوق ديه تم اعادة صياغة الكلام ده بشكل تاني لكن برضو هو حوالين بيدور حوالين نفس المعاني تقريبا معادة بعض الحاجة بس تم اعادة صياغتها بشكل احسن وبالتالي الخيارات المناسبة عندنا هو الخيار الاول والخيارين الاخرى لان البساطة هو الـ product backlog management هو عبارة عن ان الـ product owner بياخد input من كل اطراف عشان يحدد او يعيد ترتيب الـ product backlog بما يحقق value من لكل اطراف من الشغل اللي الناس بتعمله كذلك لازم الـ product backlog ده يكون visible و transparent و clear و understood لكل الناس كمان الترتيب بتاعه بيعكس الاتجاه اللي احنا عايزين نمشي فيه او the most valuable item اللي احنا عايزين نعملها فيه او نضيفها على الـ product بتاعنا بتكون معكوسها فيه شكل ترتيب الـ product backlog بتاعنا وبالتالي السؤال ده لو جيه هيبقى صياغتو بتدور حوالين الـ الكلام اللي م Staatوا عليه في نسخة 2020 اللي هو ما اذكر Plaid الم كانتش موجودة في نسخة 2018 تم ذكرتها في نسخة 2020 لازم يبقى في عندنا fellow project goal الاتجاه اللي احنا عايزين نمشي فيه او الحاجة اللي احنا عايزين resilient والهدف من جودنا احنا كتيم كذلك ان الايتم ديه تبقى كلير وتبقى مع الاطراف نفسهم اللي بيعملوا الشغل واللي مستنين الشغل كمان الترتيب بتاع البروداك باكلوك بعد بما البروداك اونر خد امبوس من كل الناس عشان حدد فعلا ده الترتيب صحيح هنمشي فيه ده البريك داو نمشي فيه عشان نوصل للجول بتاعنا كمان اه ننشور ان البروداك باكلوك ترانسبيرنت وفيزبل لكل الناس وانرسود لكل الاطراف هذا كل ما عايزة اقوله في الجزء ده عقب بيطر اتمنى اللايكش انيوصل الى اكبر هدد تستقبل في القناة والليكم اي كومنت سيبو لي في الكومنس تستقبل علي سجل الدروس كرام شكرا للكم واشوفكم ان شاء الله في الجزء نہیں